اشتركوا في القناة 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 بسياسات هندسات مالية أغرت المصارف لدرجة أنه قطعت النفس عن السوق كله في لبنان يعني من سنة قبل 17-20 القطاع المصرفي وقف قروض وقف يقروض السوق يلي السوق ما بيقدر يعيش من دون أكسجان ما بيقدر يعمل مجهود ذاتي من عنده هو تحتى يتطور مفروض يكون في عنده فريش ماني جاية من مكان ما يلي هو بالمطلق يعني وبالمفهوم الصحي للصيرف والاكتصاد هو من المصارف فأموال المدعين بدل ما تروحت حتى تغزي الكطاعات الصناعية والإنتاجية بالبلد رحت لتغزي الدولة وخزينة الدولة يلي هيدا مرض أساسي فنحنا مش الناس يلي عم تجبر هي عم بتساهم كمان الناس عم بتساهم بحالة هلع مصرفية وعم بتحربة السيستام كيف ساهمت؟ ساهمت من خلال خبرك كيف؟ نعم فنحنا قبل بسنة عنا مشكل وقبل بسنتين يعني مبلشين نحنا شوف مشكلة هذا البلد أنه السياسة الاقتصادية فيه هو اقتصاد سياسي يعني كما أحزابه بعيشوا على المال السياسي البلد كله سوا بعيش عن مال السياسي فتخيل شو خطير أنت ببلد يتغزى من اقتصاد سياسي يعني بيجيك ودايع من الخليج بتنتعيش بيجيك تحويلات بتنتعيش هيدا كله اسمه متل أي حزب بيجي أموال من محاسبينه تنقول كل الأحزاب بتعيش من المال السياسي المفرع أنه نحنا عنا الأحزاب بتعيش من مال سياسي من خارج بلده بغير مناطق بغير مطارح حضارية بتعيش من مال سياسي من جيبة الناس المحاسبين هنه بيمولوا حزبهم وبيصرفوا عليهم فبما أنه الاقتصاد هو اقتصاد سياسي بطل في اهتمام سياسي بالبلد بفترة طويلة اطلخبطت موازين السياسي أثرت على الاقتصاد بطل فيه فلو مصاري يعني بطل فيه ضخ مالي جديد على البلد قمنا بهندسات مالية منها الكتلة النقدية الكبيرة الموجودة بالمصارف يلي لأول مرة بالتاريخ المالي بيكون فيه كتلة نقدية أكبر بأربع مرات من الدخل القومي للتبعول البلد اللي فيها وعناتها كتعة سليم بلشت تدين الدولة شوية واخر سنة وقفت تكرد نهائيا الناس لأنه عم تعمل أرباح يعني عم تدين مصر في لبنان بعشرين بالمية كانت آخر فترة طيب شو بده من الناس تحت تدينون بـ عصرة بالمية ولا سبعة عشر ولا أربعة عشر لأنه هونيكي بالنسبة لقلها هالسندات الخزينة أو هاليوروبون دي اللي عم تاخدو بيرد الله أكتر ومضمون وما بده جهد وما بده دراسة لأنه حيال لازمون بده يفوت تحتى يقترد من المصرف بده دراسة ملاف وملاحقة هون ما في دراسة وبعدين ما فيه ما فيه هون يخاف أنه ما يرجعون لهم المصاري اي فاختل الميزان بالسوق لها السبب بطل المعمل يقدر ينتج اللي لازم ينجو تحتى يصدر وبطل الزراعة تقدر تشتغل لأنه بطل في كروض مدعومة تتدعم لها بالقليلة فوائد المصريات يلي بيريحوها شوية بميزوتها بعمالها باللي همي اختل الميزان الاقتصادي والتجاري بالبلد عمل هالحالي هاي هون زيادة عليها لما صارت هاي دي الأزمة صار فيه هجوم كتير كبير من الناس وإشعات كتير كبيرة نظبط يعني انتلى البلد إشعات بدون يروحوا المصريات بدون يختفوا بدون يفلسوا وبالله شو يسحبوا ويحطوا بالبيت وبالله شو يسحبوا هيدا اللي قالوا لليتراسة السنة حكيا مصرف المياه هل فيه ست مليارات موجودين بالبيوت ما حق مية بالمية فيها وبعدها لليوم الناس يعني أنا بحياتي ما نشايف بس مبارح بالله شو اللي يتغير مثلا ليش الناس ركدت على المصارف تغدد دولارات وتاخد لبنان لح خبرك مش هدية لأنه فيه بيان طلع من نقيبة السيارة مش مبارح ركدت مش مبارح ركدت شوف الدولار بلبنان سقفه لهو الـ 1500 ولهو الـ 2400 ديناتهم سقوفة وهمية مفتعلة لأنه حتى أزمة الدولار بلبنان منا أزمة اقتصادية مش مبني على اقتصاد منهار انت مانك اقتصاد منهار مش مبني على دولة فلسة انت مانك دولة فلسة للأسف للأسف ومعون حق المصارف انه ندينوا الدولة لأنه بيعرفوا انه هادي الدولة مرتجزة على مقومات كتير مهمة ومسلط 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 ومسلطة خيالية عند المصارف بعد مسكي بعد كتاعاتها مسكتهم يعني بعد الدولة عم تنتم هلا كتاعاتها مسكتهم أكيد بيردونا مصاري إذا بس إذا بكون فيه فعلا بس إذا بفكروا شوي باقتصاد متحرك يعني اقتصاد مفيد اليوم نحنا مش أسكن من الدول يلي الكتاعات تبعيتها صارت خاصة أبدا نحنا مش أسكن منا لهذه الدول بيتنطح لك كل وزير من ميل نحنا هاو دي شو أصول سيادية كيف بدنا أقولك حبيبي انت منان جاي منان من ايا بلدان العالم من ايا كتاب تاريخ دارف لا من ايا كتاب تاريخ جاي فازز من شي حقبي تاريخية عمره خمسمائة سنة وجاي يتفلسف ويحكي علينا طيب لو كان مظبوط اللي عم يحكوه انه لا لازم بيتنطح يضل بيدي الدولة ولازم الكهرباء يضل بيدي الدولة ولازم المبعرف شو يده ما يمكن كمانتا يحفظوا على الموجودين من ايبانهم بهالمؤسسة ويقدروا هني طيب هون حضرتك كده عم تقول قبل شوي انه ما حدا يصدق انه هيدا هو السعر بس تشرح لها يده لح اقولك لي اليوم اذا بتفوت بدك تصرف خمسين دولار من عند الصراف لح توقف بالصف ربع ساعة تل ساعة حتى يجي دورك لح تتفاجأ انه الصف اللي قدامك كله عم بيصرف دولار يعني كله عم بيبيع الدولار اللي بي ايدو تحتى يشتري لبناني الضغط بالسوق هو على اللبناني اليوم ما في لبناني بالسوق في كتير دولار بالبيوت في كتير دولار بالجيب في كتير دولار بوما بدك اكتر بلد بالعالم فيه ورق مصارق ما في بلد فيه ورق مصارق ما فيه ورق مصارق ما فيه بلبنان اذا بتروح اذا منعمل بس مشوار انا عملتا اذا منعمل مشوار على الصرافين بالدورة لا أحد عم يشتري دولار من العالم العادية اللي يشتري دولار التجري اللي مضطر يخدلهم على البنك فريش مانيا مثل ما قالولو جيبنا دولار وطاعة هذا بس بزرفنا الصيعة كل صراف عم بيلم من العالم 4-5 تاليب دولار عش تاليب دولار يعني حركة الدولار بالسوق معاكسة لسعره لها السبب بيقولك أنه إلا هو ألف وخمسة ولا هو ألف لا 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 ما أنه مظبوط اللي عم بيصير شغلي كيف لاش هادا القرار طلع عند السيارة في أنه ما نحن ممنو نتخطر ألفين شو يعني لأنه إذا طر رأس ومصرف لبناني مجرد ما طر رأس ومصرف لبناني مرجع على ألف وخمسمائية يعني مجرد ما مصرف لبناني يفوت متدخل بالسوق سروا هلأ تسعين يوم شا متدخل بالسوق بس هلأ ما بتعرف هلأ شو راح يصير يعني مع الوزير المالية الجديد يعني كمان دكتور وزني يعني عنده كثير من الدراسات يعني اللي بتابعوا شوي بهاليومين وأصلاً اللي متابعوا قبل بكل الطالات يعني كان يطول فيه عنده سياسة مالية معينة يعني جاية فيها ما بعرف إذا هلأ هو أحلى شيء بهذه الوزارة غازي إذا بدك تقول أحلى شيء بهذه الوزارة تب ما هي المالية مهمة ايه وموزارة المالية مهمة يعني ولاش كمان البروفيسور حتة كمان عم وزير الخرشية ما بعض بس أنا دكتور وزني هلأ عم نحكي عن دكتور وزني لأنه لأنه نحنا سوا بالسوق وبالهم ذاته وبالشغل ذاته لأن كل الساقة ذي غازي وزني أنه يقدر يقوم بالمهمية اللي مو كلي إليه ويقدر ينسق يكون مايسترو ناجح للعلاقة بين المصاريخ والدارة رح ما يشوف نحنا قديش رح يكون هالمايسترو ناجح قديش رح يكون فعلاً شو الخطة وحضرت كي بتفكر يعني شو ممكن على هايزة الوزارة الجديدة اليوم أنه تقدر تحط ببرنامج هلأ ببينة الوزارة يعني رح يكون في شيء طبعاً للموضوع المالي بركي بحلقة تاني احنا بياك منشوف حضرتك شو بتفكر شو مفروض أنه يكون فيه بالخطة المالية لهذه الحلقة بدأت شكرك أستاذ سعدي أهلاً وسهلاً فيك شرفتنا أهلاً وسهلاً شكراً للمتابعة ملتقنة بحلقة مقبلة إلى اللقاء